أغنى حرام طيب يعني أشيخ العريفي لما كتب أمتى أشوفك أحلام الداعية مش أحلام المغنية إن شاء الله حكون داعية أنا والله أنا عندي 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 إحساس في يوم اليوم حكون داعية ما تسألنيش ليش في يوم الأيام أه حتبقي داعية إن شاء الله داعية إسلامية إن شاء الله بس هتعتزل للغناء أه أكيد تعتزل للغناء طيب يبقى أنت بتتعامل مع الغناء على إنها مرحلة مؤقتة في حياتي لا مش مرحلة مؤقتة واولك عندي حساس اني حبق داعية بس وما تسألنيش ليش هم شقنت لك كدة اه دا مش معنى عندي احساس بس وما تسألنيش إزاي وليش ممكن اليوم ، ممكن بكرة بس معرفش دا دا كدة حس في مي احساس بداخلك وثيبال الزمن اه بس دا مش معنى مش معنى اني بتعامل معاه نفان أنه مرحلة مؤقتة وتنتهي ومرحلة محرمة يعني مؤقتة لا 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 أبدا 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 مواهب الدعية حسها جواكي مواهب الدعية فيها الإقناع فيها الفاهم الصحيح للدين فيها البشاشة التي لنجدها لأنه بعض الدعاء غلاظ وممكن ينفروا الناس مش يجبوهم أنت حاسة أن جواكي الملامح الجيدة للدعية آه يمكن آه يشد ويكذب أكثر مما ينفر آه صحيح طبعا والله صحيح أنا بحس أنا كده أني أنا حتى لما بعض الأحيان قاعد مع أصحابي واعد أقول لهم قصص أنا بحب كده حتى وإحنا قاعدين والله دلوقتي أصحابي بيشوفوني بيقولي صح كلامها أحلام بيعود مثلا معهم في المجلس ولهم تعالوا نعمل شي أسألة أو مسألهم مسألة دينية ما عرفش متسألنيش بأبا حاجة أقول لك متسألنيش ليش فبعد أقول لهم حاجة تسألهم واحدة ترد علي كده وعد أقول لها ولا بتجي واحدة مثلا تقول لي أنا متضايقة من حاجة فبعد أقول لها قصة من قصص القصص الأنبياء فأنا كده حتى تشوفني على فيسبوك تلاقيني على طول أنزل أحاديث أنزل قصص أنزل أدعية أنزل